أوحى به الله وحيا ففضى نورا وأحيا به الموات فكانت دنيا المرات لعليا دنيا المرات لعليا وللحيا ربيع يهمي على الروح ريا ومرفاء والأمان طلاله تتفيى بالدمع تتلوه عيني والقلب بات نديا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال نحييكم في برنامج ربيع الحياة وحول مائدة القرآن نتحلق ومنها ننطلق وبها نأخذ ونعطي فهو كلام الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا في كتابه تحدث كثيرا عن الاستغفار أمر به عباده وحث عليه أنبياءه وبين لنا جل وعلا الفوائد والخيرات المتتالية لمن أكثر من الاستغفار فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات حديث القرآن عن الاستغفار هو محور حديثنا في هذا اللقاء ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا ربيع الحياة الاستغفار صلة بين العبد وربه وسبيل إلى إقالة العثرات به تغفر الزلات وتكفر الخطيئات وطوق نجاة من العذاب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وهو صفة الأنبياء والمرسلين ووسيلة الأولياء الصالحين وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير والاستغفار يساعد على تلاف التقصير في الطاعات والتجاوز عن السيئات ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وإذ يميل ابن آدم بفطرته إلى حب المال والذرية فإن القرآن يؤكد في غير آية أن الاستغفار أساس لاستجلاب الخيرات وحلول البركات ونزول النعم وزوال الموبقات والنقم وهو طريق إلى رفع الدرجات فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وفضلا عن هذا يذكر المفسرون أن الاستغفار يؤدي إلى سعة في الرزق وطول في العمر وقد امتدح الله جل وعلا الاستغفار والمستغفرين في كثير من الآيات والمستغفرين بالأسحار وكفر المستغفرين ذلك شرفا ربيع الحياة مرحبا أيها الإخوة كان هذا التقرير طاف بنا على آيات كثيرة ومعاني عظيمة عن الاستغفار في القرآن والتي سنناقشها بإذن الله عز وجل ونتدارسها مع الشيخ عائض بن عبد الله القرن حيكم الله دكتور أهلا أبا عبد الله حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين جميعا الله يحفظ القرآن ملي بالآيات التي تتحدث عن الاستغفار في سورة النصر الله عز وجل إذا جاء قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا هناك صلة بين استغفار العبد لربه عز وجل وبين اسم الله عز وجل الغفور والرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه ومولاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته لا شك أن الاستغفار يرفع العبد من منزلة النقص إلى الكمال ومن البعد إلى القرب ومن الذنب إلى التوبة ولهذا ذكره سبحانه وتعالى في مواطن حتى في مقامات الأنبياء العليها الجلية ذكر الله أنهم يستغفرون وذكر له فواية جل في علاه وربطه سبحانه وتعالى حتى جعل من ثماره القبول والتوبة والغيث المدرار والذرية الطيبة والرزق الواسع كما قال سبحانه وتعالى ونحي يقول لقومي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السمع عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جناتي ويجعل لكم أنهارا حتى أن عمر لما استسقى بالناس رضي الله عنه خطبته كلها كانت استغفارا قالوا يا أمير المؤمنين ما تلعبت علينا شيئا قال والله لقد سألت لكم بمجادح السماء وهو الاستغفار حتى أن الله جعل الأمن للمؤمنين بعد الأمن الأول استغفارهم وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم استغفرهم فالأمان الأول وجوده صلى الله عليه وسلم بأبه وأمي في الأمة فلما ذهب بقي الاستغفار وفضل الله هذه الأمة إنها استغفرت ولذلك في موسى دحمت أنهم لما أتوا إلى ثنية قريبة من أحد أتت خيول الخزرج لتجتاز قرص الله عليه وسلم استغفروا ربكم فاستغفروا فلما خرجوا من الثنية قرص الله عليه وسلم الحمد لله الذي عرضها على أمتي فقبلت وقد عرضت على بني إسرائيل لأن موسى لما قال لبني إسرائيل قولوا حطة يعني استغفروا يا رب حط عنا خطيانا استهزوا واستهتروا وسخروا وقالوا حنطة حبة في حنطة أو حنطة في شعرة أو حبة في شعرة فزادوا نقطة فغلطوا غلطة وتورطوا ورطة وسقطوا سقطة لأنهم زادوا نقطة قال كلا لهم حطة فقالوا حنطة أما الأمة فإنها والحمد لله امتثلت أمر الله لهذا عند الحطة في أسر بلاغي يقول سبحانه فقلت استغفر ربكم وقلوا حطة نغفر لكم خطاياكم قال وسنزيد المحسنين لماذا ذكر المحسنين هنا قال لمن كان مخطيا منكم إذا استغفر فإن الله يغفر له ومن كان ليس له خطيا واستغفر فإن الله يزيد في حسناته فالاستغفار لا أحسن منه لذلك ابن تيم يرى أن الاستغفار قد يقبل بلا توبة وهو جنس آخر من المكثرات غير التوبة منفصل فإن العبد قد يستغفر وهو على ذنبي فيخفف الله عنه من ذنوبه ومن خطاياه ويحمل ذلك إلى أن يبدأ بالمرتبة الثانية وهي التوبة ولهذا ذكرنا الله من فوايد الاستغفار المتاع الحسن قال استغفر ربكم ثم يتوب إليه متعكم متاع الحسن وهي الصحة والعافية والشرح الصدر وأيضا القوة في الأجسام قال ويزدكم قوة إلى قوتكم فمع الاستغفار كل خير عظيم ولذلك أقول لأخواني في هذا الشهر المبارك أكثرهم الاستغفار في أنه شهر العتق من النار ونحن أهل ذنب وخطيئة والله لا حل لنا إلا الاستغفار حتى أن صاحب الغزالي يذكر عن علي رضوان يقول عجبت لكم معكم الداء والدواء أيقتلكم الداء ومعكم الدواء قالوا يعمل ما هو قال داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار فنستغفر الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه دائما وأبدا المتأمل أيضا دكتور في حديث أو الآيات التي وردت عن القرآن عن الاستغفار وتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاستغفار في حياته يجد عجبا يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يروع عنه أنه قال استغفروا الله وتوبوا إليه فإني أستغفروا إلى الله وأتوب إليه في اليوم والليلة مئة مرة أو في رواية سبعين مرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار حتى إن الحديث الذي يذكر في أذكار الصباح والمساء وحث عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الاستغفار فيه من المعاني العظيمة في هذا المعنى وهو الاستغفار الشيء الكبير وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت شيخ الإسلام بن تعمية رحمه الله يقول العارف والعابد يسير إلى الله عز وجل في مقام الاستغفار بين أمرين بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس فمشاهدة المنة يتأمل في نعم الله عز وجل عليه فيبعث في قلبه الرجاء ومشاهدة عظمة الله سبحانه وتعالى تبعث في قلبه الخوف وتنشر فيه القلب الخوف فيكون العارف يسير إلى الله بين خوفه وبين رجائه من الله عز وجل فيثمر هذا المعنى العظيم هو الاستغفار القرآن أيضا تحدث كثيرا عن الثمار التي تكون لمن أكثر من الاستغفار لله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى وعد عباده بأنه ينجيهم من العذاب بكثرة استغفارهم ولهذا قال الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يروى عن أبي الدردار رضي الله عنه أنه قال حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام فذهبت عنا واحدة من أسباب النجاة وبقيت لنا الأخرى وهي الاستغفار لله جل وعلا عموما في الاستغفار لطيفة وهي أن الرسول الله عليه وسلم أمر بالاستغفار وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وآية النصر هي من آخر الصور التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم بعد جهاده وجلاده وبعد تعب صلى الله عليه وسلم بعد عاناه بعدما بذل وضحى وفدى وقدم صلى الله عليه وسلم قال له ربه إذا جاء نص الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في الدين لأفواجه سبح بحمد ربك واستغفره وفيها لطيفة أن المنة لله يقول نعم أنك تعبت وأنك قدمت لكن الفضل لله استغبر أنت مهما فعلت فإن المنة هو النعمة لله عز وجل ولهذا سيغ الاستغفار في القرآن والسنة كثيرة وأيها فيها فاضل ومفضول سيد الاستغفار في البخاري السابق ومنها كلمة الذنون حتى في حد السعادة عند التلمذي قال صلى الله عليه وسلم كلمة الذنون أخي ذنون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما قالها عبد مقروب إلا فرج الله عنه لأن فيها أسرار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين في السر في القرآن أنه يجمع الوحداني مع الاستغفار فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وقلت واستقيموا إليه واستغفروه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبده جاء بالاستغفار والوحداني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولذلك يوصي إخواني بكلمة ذنون هذه في القرآن هي كلمة المفرجة على الكرب حتى يقول البيري يوصي ابنه والشاعر الكبير يقول ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناده ذنون ابن متة ويقصد الكلمة الفريدة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حتى أفرد بعض العلماء بالتأليف لأنه جمعت بين التوحيد الذي يحبه الله والاعتراف بالاكتراف والله يحب المعترفين وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر زيا عسى الله يتوب عليهم ثم طلب من الله المغفرة بعرض النفس وبعرض الخطأ والله يحب من عبده أن يعترف لكن يمجده قبل ذلك قبل الاستغفر بالوحدانية وحبما يمجد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية في لطيفة في القرآن والسنة بعد العبادات يأتي الاستغفار فإذا قضيتم من أسلككم فاذكروا الله فإذا أفضتم العرفات فاذكروا الله ثم أفضوا من حيث وأفضوا نسوا واستغفروا الشهد واستغفروا ربكم واستغفروا الله وفي الصلاة صحف الصعانة وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى والتفت قال استغفروا الله استغفروا الله استغفروا الله لأن العبادة قد يدخلها نقص ولا يجبرها إلى الاستغفار ولأن العابد قد يعجب بنفسه إذا صلى أو عبد أو حجة فأمر أن يستغفروا ترى الفضل لله ترك ما سمويت شيء ترك أنت عبد الذي ساق النعمة حتى من أوزعه على الشكر أو أوزعه على الطاعة أو عنه الله وحده فهو المحمود فنستغفره ونتوب إليه من ذنوبنا وخطاينا أنا بس أنبه على أن العبد لا يستعظم الذنوب وسوف تأتي معنا مهما أذنبه فسوف يغفر الله له بإذنه إذا صدق العبد صحي هو الذي يجعل للاستغفار هذه الثمار العظيمة وأيضا حتى يكون ليس الاستغفار مجرد باللسان لأن دائما حينما يتواطأ اللسان مع القلب فإن أثر الذكر يكون عظيما على صاحبه خاصة إذا استشعر هذا المعنى فإذا استشعر العبد ضعفه وفقره وحاجته إلى ربه جل وعلا الغني وخاصة في مثل ذنوبه التي يتوب منها فإنه يجد الخير بإذن الله عز وجل ولهذا كان من فوائد الاستغفار أن الله عز وجل يمحو به الذنوب والمعاصي كما قال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ورد في الحديث يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي ورد فيه أيضا أن الله عز وجل قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم من ثماره العظيمة أنه لا يطلب الله جل وعلا بحاجة إلا أجابها أتى جماعة إلى الحسن البصري فقال أحدهم لم أرزق بالأبناء قال عليك بالاستغفار قال الآخر لم أرزق بالمال قال عليك بالاستغفار فكان كل من سأله سؤالا قال عليك بالاستغفار فكأنهم تعظموا هذا الأمر منه قال ألم تسمعوا إلى قول الله جل وعلا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا لما في التلمذي قال أنس رضي الله عنه هذا الحديث ترى بشرى للمؤمنين وهو مصح والحمد لله نصح النووي غيره قال يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولو بالي فالدعاء والرجاء والصدق اللجأ إليه هذا منفد وهذا سبب شرعي يا ابن آدم لو بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني ثم لكيتني لا تشكر بشيان ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم لو أتيتني بقرابي أرضي خطايا ثم لكيتني لا تشكر بشيان لأتيتك بقرابها مغفرة فمن آت الله مخلصا منيبا معترفا بذنبه فإنه يأمل الأمل من الله سبحانه وتعالى يغفر له أورد رجب حديث وحسنه أن رجل قال يا رسول الله إني أستغفر ثم أعود قال استغفر قال ثم أستغفر ثم أعود قال فاستغفر قال إلا مات يا رسول الله قال حتى يكون الشيطان هو المدحور وعند أبي يعلى يقول الشيطان في مسل أبي يعلى أهلكت العباد بالذنوب وهلكوني بلا إلى الله والاستغفر فقرن وهي في الوحي لا إلى الله كما سألف مع التوحيد والاستغفر فمهما أذنبنا معنا يعني باب ناتي إليه وهو باب الاستغفر وباب التوبة ولهذا أقول لكثير من الإخوة الذين يشعرون بالضيق ويشعرون بالقلق ويشعرون بالاضطراب والهم والمرض النفسي متى شكى أبو بكر وعمر وعثمان وعالي من الأمراض النفسية هل كان عندهم صحات نفسية هل كان عندهم علماء نفس هل تناولوا عقاقير وهم الذين عاشوا في شضاف العيش وفي الصحراء وفي الجوع وفي الجهاد وفي التضحية وفي المعارك والله لقد كانوا مسرورين بهذا ولهذا تجد القرآن يخبر أنهم سعيدين ومستبشرين وفريحين لأنهم اتصلوا بالوحي استغفار صلاة دعاء أما الذين ينحزون إلى جانب يعوذ بالله الذنوب والشهوات ثم يتركون الذكر والتدبر القرآن والاستغفار والدعاء وصلاة الليل هذا صار على المرض لذلك كم عندنا لما صحة نفسية كم عندنا من حبوب الآن كم عندنا من أطباء نفسيين حتى أننا صبح الآن الطبيب نفسي على نفسه وكانه منجز وزاد وصار إعلانات في الفضايات هذا يدل على أننا ناقصين في إيماننا يدل على أننا تركنا السبب الشرعي الموسى بالله الصحابة الفقراء المساكين سمتنا بذر يوم من الأيام اشتكى من هذا بل أخبرهم ما هو علاجهم الاستغفار الدعاء اللجأ حتى الله يخبرني يقول يسعدوا يفرحوا يقول بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين يقول يسعدوا وشرحوا صدوركم متى ننتقل إلى عالم الاستغفار والتوبة وتدبر القرآن ومتى ننهي هذه العكاقير والحبوب ونغلق المصحات أنا أريد كمسلمين يأتينا وقت ملوقات لا نحتاج إلى طبيب نفسي ولا نحتاج إلى عكاقير والعدوية لأن عندنا المسجد والمصحف والذكر والدعاء والقرآن النبي عليه الصلاة والسلام دائما بداية القلق وبداية الوساوس وبداية الأمراض النفسية تنطلب من القلب ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب الاستغفار هو من بين ذكر الله عز وجل الذي يحيي الله عز وجل به القلوب والله قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد لهم مغفرة وأجرا عظيمة ويقول الله سبحانه وتعالى في بيان حياة القلوب بذكر الله عز وجل أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس حياة الإنسان بكثرة ذكره بكثرة استغفاره لله سبحانه وتعالى ولهذا نجد أن من يكثر من الذكر ومن يكثر من الاستغفار وهو موضوع هذا الحلقة يجد أن في قلبه راحة وانشراحا وسعادة في حياته ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا نحن حينما يصاب الواحد مننا بأزمة يصاب بمشكلة يصاب بقلق يرى أمامه شيء يقلقه هنا يأتي قضية اللجأ إلى الله عز وجل الذكر ومنه الاستغفار هو رهبط بين العبد الضعيف وبين الله عز وجل فكلما أكثر من ذكر الله دل على محبته لله ودل على تعظيمه لله وأتاه الخير من الله عز وجل ولهذا بإذن الله عز وجل وهي مجربة إذا وقع الإنسان في أزمة ووقع في مشكلة فما عليه إلا أن يكثر من الاستغفار لينال أجر هذا الحديث الذي ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب سنكمل ولكن معكم فضيلة شيخ ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا أيها الأحبة ربيع الحياة مرحبا بكم أيها الأخوة توقفنا معك فضيلة الشيخ هو من سيغ الاستغفار استغفر الله مجرده وآتت بعد الصلاة قال الزهري قال رجل كيف أستغفر الله قال استغفر الله وآتت استغفر الله وآتوا بإليه مكرونة وورد عند أبي داود من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله الله الحي القيوم وآتوا بإليه وغفر الذنوب وإن كان فر من الزحف ومنها من الاستغفار أيضا من سيء ربه في اللي تبعلي أنك أنت التوبر الغفور في حديثة بن عمر كان يقول صلى الله عليه وسلم ما يقارن في المجلس مئة مرة وسيد الاستغفار كثمعه وقفة قصيرة عن شداد بن أوس في البخاري قال يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني هنا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت جمع بين توحيد الرموبي وتوحيد الألوهية وسوف يأتي توحيد الأسماء والصفات وجمع بين التوحيد والاستغفار وجمع بين الاعتراف بالذنب والاعتراف بجلال النعمة ولذلك كان هو سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إلا أنت خلقتني فهذا يذكر فضائل الله أو نعم الله عليه وأنا عبدك اكترار بالعبودية والنقص على عهدك وعدك ما هو العهد والوعد العهد أنك العهد الذي خدته علينا وعلى آدم أبينا ونحن ذريه في الصلب أن لا نشرك بشيئا والوعد أنك وعدتنا إذا فعلنا ذلك أن تدخلنا جنات النعيم فالعهد من العبد والوعد من الله إنك لا تخلف المعاد في الأذان هو المعاد الذي وعدنا سبحانه وأما العهد فهو ما عهدنا الله عليه فأنا على عهدك الذي عهدتك وأطلب منك الوعد الذي وعدتني أنا على عهدك وعدك ما استطعت فيما استطعت أن الإنسان لا يستطع أن يكون دائما كامل في العبودية ويأتيه نقص فعلى العبد أنه يسدد ويقارب ويعلم أن الكمال لله وحده أعوذ بك من شر ما صنعت أي من آثار شر ما صنعت من الذنوب لأن ما يحصل للعبد من آثار ومنكبات ترى بسبب ذنوب هنا ملفت أنا أسمع بعض يعني الأم يدعون في التراح وقول اللهم ما أنزلت وما أنزلت في هذه الليلة من فتن وبلاء والله لا ينسب لي هذا تعدبا ولم يرد في الشرع بل في صحيح مسلم الشر ليس إليك وإذا مردته فهو يشفين وأنها لن ندري أشر أريد بمن فرات فلا يستخدم هذا اللفظ على الصحيح وقد نبه الدكتور بكر بوزيد وغيره على هذا فإلا أنه في التراح يقول وما أنزلت هذه الليلة من فلاء وفتنة إنما يقول ما أنزل أو نحو ذلك بصغة المجهول فلا بد أن نستغفر وأنا آمل من الإخوان في أن يكثروا من أدعية الاستغفار في الصلاة العم يعني قصدي لأنهم يذهبون في تفاصيل تفاصيل التفاصيل التي تخرج عن الذكر الشرعي بينما كان أغالب دعاء صلى الله عليه وسلم الاستغفار وتوبة ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى أحسن من هذه التفاصيل التي يدخلون وصلح عماتنا وخالاتنا ولا تدعى دعاء الزبنين اللي زوجت وأصلح المدرسين والدعاء وطلبة العلم والدفاع المدني وخفر الحدود والسرطة إلى أن يعدد كل أجهزة الدولة في صلاة الترويح ونسي الناس الذين وراه طبعا من باب التأكيد لا يقع في هذا الكون من خير ومن شر إلا بإرادة الله جل وعلا لكن من التأدب مع الله ألا ننسب إليه الشر سبحانه وتعالى حالات العلماء أيضا والصالحين والأولياء كانت مع الاستغفار كثيرة جدا كان من بينهم أويس بن عامر رحمه الله الذي قال لك ما تقول قرني ويس بن عامر القرني رحمه الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر أنه من أمداد أهل اليمن وسيأتي هو جدنا هو القرني أو القرني نحن قرن لكن العامة تسمي قرن حتى قال وقرن وشذق وويس جدنا من قرن هذا إن أكرمكم عند الله لكن بس المدعبين طيب حتى أجيب قصة بهرير فويس بن عامر أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتيكم من أمداد أهل اليمن أويس بن عامر القرني له أم هو بها بارة ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن استطعت أن يستغفر لك ففعل فكان عمر رضي الله عنه حريص على أن يصل إلى أويس بن عامر وبحث حتى وصل إليه وطلب منه أن يستغفر له هذه أيضا معنى آخر من المعاني التي يبحث عنها الإنسان أنه إذا رأى ورأى في شخص أنه ولي من أولياء خاصة إذا كان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتبشيره لأويس بن عامر هنا أيضا من الأشياء التي يسعى إليها الإنسان لكن الإشكالية طبعا هنا حي قادر وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم البعض الإشكالية في العالم الإسلامي حينما يقع في ذنب أو في معصية يتوجهون إلى الأضرحة والقبور لطلب الاستغفار من الولي حتى ينقذه من المصيبة التي فيها حتى ذكر أحد علماء السودان والتقيت به يقول وجدنا حينما كان هناك جسر يريد أن يربطوا بين الضفتين فاضطروا إلى أن يزيحوا أحد القبور وكان لأحد الأولياء كما يقال فوجدوا فيها أشياء كثيرة من الاستغفار فكان يقول كما قال حافظ أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات هذا فوائد قبور الأولياء نمشوفها أقول لله أول مرة أسمع ويس بن عامر يفصل بالاسم هكذا القرى دي آسف الأمر الثاني هذا انتهينا أنا ذكرتني بشي في دعاء الوالدة ويس بن عامر القرني هو سببه أمه كان بارا بها كما أخبر صلى الله عليه وسلم بالمناسبة أقول لأخوة في رمضان من عنده والد ووالدة فليكسب استغفارهما الإمام أحمد جاءه رجل فقال له إني بليت بهم وغم وكذا قال عندك والدة قال مرهن تستغفر لك أقول لعلى شبابنا على فتياتنا أن يبدوا يومهم بتقبيل يد الوالد ويد الوالد حتى أقدام الوالدين تقبل أقدامهم تقبل لأن الجنة كان صلى الله عليه وسلم عند أقدام الوالدين هذا استطراد أنت عند كل أحد محفوظ منصبك ومكانتك وقيمتك العلمية لكن عنده والدف تتخلى منها تراك أنت صغير وخادم عند الوالدين أرجو أن تكسبوا في رمضان دعاء الوالدين وإن كان موات فاستغفر لهم جزاء ما قدموا وادعوا لهم واستغفاروا الوالدة والوالد لا يعادلوا شيء أقول بالمناسبة أن لا يتوهم بعض الناس أنه ليس يقولنا حد العام يعني من الحمقى قيلوا الله تستغفر قال الحمد لله ما سويت شيء استغفر الله كلنا مذنبين أصلا مخطئين لو لم يكن إلا أن نأخذني عام الله ولا نؤدي شكرة كما ينبغي أن بعض الناس قال وشا سويت لأنني استغفر بل كلنا كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون وما تدري أحيانا ترى بعض الناس يصلي صلاة القيام ويصوم النهار لكنه معجب بنفسه يمكن عنده أمراض من الحسد يمكن أكبر من أمراض ظاهرة فالله يغفر لنا جميعا هو عموما الخطأ يقع من ابن آدم والله عز وجل يحب منه التوبة والاستغفار والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وزللنا إنه جواد كريم شكرا لك فضيلة الشيخ على ما قدمت شكرا لكم أيها الإخوة على المتابعة ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين وممن يغفر لهم ذنوبهم إنه عز وجل جواد كريم إلى لقاء قادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى اقرأ فكان ملاغا وبسمة